أسرع طريقة عشان نفهم فيها الورد برس ونتعلمه ونفهم مية بالمية أول إشي بدنا نتعلم شو هي المقالات ننفهم شو هي المقالات للورد برس ثاني إشي بدنا نتعلمه الصفحات طبعا نتعلم نعمل إضافة تعديل وحذف الصفحات ثالث إشي نعمله القوائم القوائم اللي بعني فيها اللي هي اللي بتكون عندي على واجهة الموقع مثلا من نحن اتصل بنا إلى آخره هاي هي القوائم بعدين نتعلم الثيمات اللي هي مظهر ومنظر الموقع إضافة تعديل حذف ونعمل لها إعدادات والإضافات اللي هي البلغينز لأشياء اللي بتخليني أطور على الموقع طبعا هذا الحكي رح نجيب التفصيل لو أنت مش فاهمه الموضوع طبيعي أنا كأول مرة بتدخله في مجال تصميم المواقع طبعا إحنا رح نشتغل عليهم بالترتيب واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة طيب هذا الجزء الأول بالنسبة للجزء الثاني طبعا إحنا رح نحكي مقتطفات من الجزء الثاني لكن فيه تفاصيل كثيرة زي بناء الصفحات بناء صفحات احترافية يعني نبني صفحة احترافية إحنا حكينا بالبداية برقم اثنين زي من تشاهدين بالقسم الأول اللي بنا نعمله إضافة وتعديل وحدف صفحات لكن الصفحات بشكل عام أما رقم اثنين هو بناء صفحات نبني صفحة شيقة وحلوة الشغل الثاني بناء متجر إلكتروني طبعا إلوه تفاصيل كثير كيف نبنيه وآخر إشي نتعلم كيف نعمل سرع للموقع والأسي او كيف نسرع الموقع والأسي او للموقع اللي هو نخلي الموقع باين على محركات البحث وبالمراتب الأولى طبعا هيبتيجي رقم اثنين شكرا